تعالوا وريكوا طريقة الشوجر كوكيز او كوكيز السكر الشوجر كوكيز دي المفروض بيتحط عليها ايسنج من فوق بس انا بصراحة والولاد اكلناها قبل ما نحط الايسنج السنينزي من كتر ما هي حلوة مقدرنش نستنى لحد ما نخلص تزين اول حاجة بنبدأ بان احنا بننخل مع بعض المكونات الجفة اللي هي عبارة عن 3 كبيات دقيق متعدد الاستخدامات مع معلقة كبيرة بايكينج باودر وربع معلقة صغيرة ملح هننخلهم مع بعض كويس علشان يتجنسوا ويدخلهم في بعض وفي نفس الوقت ما ينبقاش فيه اي كلكيا خالص من الدقيق ولا من اي حاجة فيستان ميكسر بقى او بميكسر كهرابا عادي هنضرب مع بعض كباية زبدة طرية وكباية سكر عادي نضربهم مع بعض كويس قوي لحد ما يوصلهم للقوام ده وبعدين هنضف لهم بيضة كبيرة يفضل بدرجة حرارة الغرفة ومعلقة صغيرة فاناليا لما كل ده يختلط ببعض كويس قوي هنبدأ ننزل بقى بالمكونات الجفة اللي كنا حضرناها في الاول شوية بشوية هنفضل نحط الدقيق كده شوية بشوية لحد ما العجينة تمسك في بعضها هنلم بقى العجينة ونلفها في ورق شفاف اللي هو الكلينج وندخلها التلاجة انا بحب ادخلها ساعتين تلاتة او ممكن نسيبها ليلى كاملة لما اطلوا بقى العجينة من التلاجة هتحطوها طبعا على سطح يبقى ترشوا عليه دقيق علشان ما تلزقش وتبدأوا تفردوا العجينة وبرضو تأكدوا ان النشابة اللي بتستعملوها يبقى عليها دقيق عشان يعني ما يلزقش بس ما تتقطروش الدقيق بعد ما تتفرد العجينة هنبدأ نشكلها بالكوكي كاترز او باي حاجة تحبوا تشكلوا بيها ان شاء الله حتى لو ما عندكوش كوكي كاترز تقدرهم تستعملهم غطى برطمان او اي حاجة مدورة او اي شكل تحبوه انا عملت الاشكال دي عشان هي اشكال كريسمس والولاد بيحبوها وبيحبو بيزينوها بس هو زي ما قلتلكو احنا ملحقناش نزينها السنة دي بعد ما تتشكل العجينة تقدروا تدخلوها التاجلاجة كده ساعة او تحطوها على طول في الفرن تدخل فرن سخن 350 في هرنهايت او 180 سلسيس لحد بس ما تبقى لونها تهبي من الجناب وبعدين تطلعوها تسيبوها تبرد شوية قبل ما تحطوا عليها الايسنج او تحطوها في علبة زي ما تحبوا هي هتاخد في الفرن حوالي من 8 ل 10 دقيقة على حسن جربوها فراس السنة انا متأكدا هتعجبكو قوي وما تنسوش تعملهم لايك وتكتبوا لي في الكومنتس لو الفيديو عجبوه واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان تشوفوا الفيديوز الجديدة وبالفا هنا وشفا